كيف ننتقل من هذه الرؤية إلى هذه من هذا الواقع إلى تلك الرؤية هنا لازم نشتغل على أمرين الأمر الأول هو أن القفزة هذه عشرين سنة كبيرة فلازم نحطها على شكل مراحل فعادة المراحل إما كل أربع سنوات أو كل خمس سنوات فأنا قسمتها خمسيات فقلت عندنا ثلاث محطات رئيسية في كل محطة ما هي الأهداف التي يجب أن نحققها وكتبت بالتفسير وقابل للقياس فصار عندكم يا شباب صار عندكم شيء واضح تستطيعوا أن تبنوا عليه وتستطيعوا أن تعدلوه ليكون لكم إن شاء الله مشاركة في هذه الخطة طيب إذن المراحل وتوقيتاتها الأمر الثاني وهو أهم من نسبة لي في كل مرحلة من هذه المراحل ما هي المشاريع التي نستطيع أن نحققها وحدتها بالتفصيل وما هي الأدوار المطلوبة من كل حركة ومن كل دولة ومن كل فرد طبعا الأدوار هو أن كل جهة تحدد هذه المشاريع إذا اتفقنا عليها ما هو المشروع الذي ناسبني فأقوم أدخل فيه أو عندي مشروع أنتم ما فكرتم فيه هو أحسن من مشاريعكم وأهم فخلينا نعرض عليكم وهذا تم معنا وفعلا يعني عندنا واحدة من بناتنا في كندا عرضت علينا مشروع في تبجيل الله عز وجل وربط الأمة كلها بأطفالها بالأسماء الحسنة بحياتهم اليومية بطريقة علمية مبنية على البوزيتف سيكولوجي علم النفس الإيجابي شيء بديع فتبنيناه فورا وجعلنا واحد من مشاريعنا الرئيسية فإما يا شباب إما أن يكون عندكم مساهمة في مشروع أو عندكم مشروع تضيفوه أو تدعم أو تدعو بس ما توقفوا في الطريقة يا تدعي يا تشارك يا تبادر يا تبعد عن الطريق وخلي اللي عاوز يشتغل يشتغل